موسيقى نشرة السادسة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين ليون يؤكد أن مسار الحوار سيتواصل ويقول إنه لا شرعية لأي مؤسسة تشريعية إلا عبر الاتفاق السياسي ثوار المنطقة الغربية يؤكدون تقدم سيطرة المجلس العسكري الصبرات والثوار المدن المجاورة على منطقة الطويلة والعجلات وتمشي تجميل مقتل وانصر تابع لتنظيم الدولة بحيث أربعمية واشتباكات متقطعة بمنطقة الساحل وسط أنباء عن نقص في الدقيق وأغلاق للمخابز في تربح أهلا بكم إلى التفاصيل أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردين ليون على أن عملية الحوار مستمرة وأنه خلال الأيام القادمة ستعقد اجتماعات جديدة مع الأطراف الليبية وشدد برناردين ليون خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التونسية على أن المجتمع الدولي أعلن خلال بيانات متعددة أن أي مؤسسة تشريعية في ليبيا لن تستمد شرعيتها إلا من خلال الاتفاق السياسي من جهة أخرى أوضح المبعوث الأممي برناردين ليون أن المساولة الرابعة والتي يصر عليها مجلس النواب ليست نهائية وأشار ليون أن ما وصفها بالمساودة الرابعة والتي تم توقيعها بالأحرف الأولى غير نهائية وتنقصها الملاحق وكانت بمناسبة نهاية مرحلة فقط وبدء التفاوض بالملاحق حسب قوله وأكد المبعوث الأممي برناردين ليون أن هناك دعم غير مسبوق من المجتمع الدولي لهذه العملية ولليبيين ولا يمكن لمجموعة أو أشخاص أن يعرقل العملية وشد داليون في المؤتمر الصحفي الذي عقد في تونس على أن تلويح المجتمع الدولي ومجلس الأمن بفرض عقوبات على معرقل الحوار السياسي هي رسالة واضحة للمتعانتين من كلا المعسكرين وفق تعبيره مشيرا إلى أن العقوبات تتمثل في تقييد السفر وتجميد للأرصد المصرفية غير أن الوقت لم يحن بعد للحديث عنها مؤكدا على حرص المجتمع الدولي على إنجاح المسار السياسي في ليبيا هذا وقد كان يوم أمس العشرين من أكتوبر الموعد النهائي الذي سبق وحدده مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ليكون تاريخ الحسم في الأزمة الليبية وهو أيضا تاريخ انتهاء الولاية الرسمية لمجلس النواب التقرير الآتي يصلت الضوء على أهم المحطات التي طبعت مسار عمل مجلس النواب في طبرق منذ ثمانية عشر شهر العشرون من أكتوبر تاريخ نوضع ليبيا منذ أربع سنوات أمام وفرة الخيارات أما اليوم فلا شيء سوى ضبابية المشهد وتربص شبح الفراغ والفوضى بعد مرور ثمانية عشر شهرا ووفقا لمنص عليه تعديل فبراير تنتهي ولاية مجلس النواب الذي عقد أولى جلساته مطلع أغسطس من العام الماضي في طبرق شرق البلاد عوضا عن بنغازي ليمر بعد ذلك بمحطات أقل ما يقال عنها أنها أثارت جدلا في أوساط الساسة والقانونيين أولى المحطات كانت عندما أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قرارا قضى بعدم دستورية مخترحات لجنة فبراير وكل ما ترتب عنها على الصعيد الأمني ظلت حكومة الأزمة التابعة للمجلس دون وزير داخلية لمدة تسعة أشهر بل إن بعض الأمنيين في مدينة البيضاء رفضوا الانصياع لأوامر وزارة الداخلية ولاية مجلس النواب رافقها فشل أمني تمثل في تفشي الجريمة المنظمة في مدن كانت حتى الأمس القريب مناطق آمنة كالبيضاء علاوة على حالة الدمار التي آلت إليها بنغازي حالة الفشل الأمني هذه ألقت بظلالها على الواقع الإنساني والاجتماعي إذ ارتفعت أعداد القتلى والجرحى والنازحين في المنطقة الشرقية وتعرضت أغلب البنى التحتية من مدارس ومستشفيات للدمار كما تنامى دور المكون القبلي والاجتماعي في حل النزاعات أمام قصور حكومة السيني في لعب دورها الأمني كما يجب اقتصادياً أحدثت حكومة الأزمة التابعة لمجلس النواب نسختين من المؤسسة الوطنية للنفط ومصر في ليبيا المركزي في المنطقة الشرقية تجربة يرى المراقبون أنها باءت بالفشل بالنظر إلى أنهما لم يحظيا بالقبول الدولي ولم يسهما في جلب العملة الصعبة وخلق تنمية اقتصادية بل كالرسا فقط الصراع السنائي في البلاد دولياً قدمت المفاوضة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني خطة أوروبية لمساعدة ليبيا في تعزيز حدودها ونزع سلاح إذا ما تم تشكيل حكومة وحدة وطنية وأوضحت وكالة رايترز لنبا أنه إذا تم توافق على حكومة الوحدة الوطنية سيبدأ الأتحاد الأوروبي في محادثات مع الأطراف الليبية في غضون 90 يوما لنزع السلاح وإعادة الإدماج وقالت الوكالة إن الخطة الأوروبية التي ستناقش في 16 نوفمبر القادم تسعى لتجديد ولاية البحثة الأوروبية لتأمين الحدود التي تنتهي ولايتها في الشهر القادم مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي خاصص 100 مليون يورو مبدئيا لهذه الخطة وفي سياق ذي صلة أكد الاتحاد الأوروبي إمكانية اتخاذ عقوبات مستقلة خاصة به ضد من سماهم بمعرقل جهود التواصل إلى توافق بين الأطراف الليبية بعد أن رفض مجلس النواب المصادقة على حكومة الوفاق الوطني المقترعة من المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردين اليون وأوضحت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانيتش بحسب وكالة آكل إيطالية للأنباء أن الاتحاد لم يحدد بعض الأطراف الليبية التي يعتقد أنها تعرقل التوافق مشيرة إلى تمسك الاتحاد المحافظة على التقدم الذي شهدته المفاوضات الماضية مثل اتفاقات وقف إطلاق النار أكد وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند على ضرورة مواصلة الحوار السياسي الليبي ومساندة جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردين اليون وأوضح هاموند عبر موقع الخارجية البريطانية الرسمي أن التسوية السياسية تظل أفضل سبيل لتهيئة البيئة التي تتيح لحكومة الوفاق الوطني العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة خطر ما سماه بالإرهاب والتطرف فضلا عن تنشيط الاقتصاد الليبي وأحلال السلام والأمن للشعب الليبي كما أعرب هاموند عما وصفه بخيبة أمله لفشل مجلس النواف في اتخاذ قرار بشأن الاتفاق السياسي الليبي أكد رئيس المجلس العسكري سبرات الطاهر لغرابلي سيطرة الثوار المنطقة الغربية اليوم على مناطق العجلات والطويلة بالكامل إضافة إلى تنشيطهم لمنطقة الجميل وأوضح لغرابلي لقناة ليبيا لكود الأحرار أن العملية أسفرت عن جرح ثلاثة من الثوار بينهم حالة واحدة أصيبت إصابة خطيرة وأشار لغرابلي إلى أن ثوار المنطقة الغربية تمكنوا من تحرق قوات جيش القبائل إلى منطقة بدر والمناطق الحدودية بين الجميل والعسة والحدود التونسية إضافة إلى أسرهم لعدد منهم وقال النطق باسم وزارة الدفاع محمد عبد الكافي في مؤتمر صحفي مساء اليوم أن قواتهم بصدد الشروع مع رئاسة الأركان العامة في إطلاق عملية عسكرية واسعة بالمناطق التي توجد بها قوات ما يعرف بجيش القبائل موضحا أن الهدف من ذلك هو حفظ الاستقرار واستتباب الأمن قامت قوات رئاسة الأركان العامة ووزارة الدفاع بحكومة الإنقاذ الوطني بالتصدي لهذه المجموعات وتمكنت بحمد الله من تكبيد تلك العصابات خسائر جسيمها في الأرواح والعتاد وانتهت مع حلول صباح اليوم الأربعاء من إتمام عملية تحرير وتطهير مناطق الطويلة والشبيكة والجديدة هذا وسنكر المجلس البلدي الصبراتة القصف الذي طال بيوت المدنيين والمدارسة ومجمع مليطة النفطي من قبل بقايا جيش القذافي على حد وصفه وطالب بلدي الصبراتة في بيان الله الجهات المسؤولة في الدولة بضرورة التدخل السريع لدحر هذه العصابات المسلحة بحسب البيان مؤكدا على دعمه للقوات التي تقوم بتأمين المنطقة ومحذرا من وقوع كارثة إنسانية وبئية من جراء القصف العشوائي المستمر من جهته أكد المجلس البلدي الصرمان على ضرورة توحيد الصف بين الليبيين جميعا وأن يجعل مصلحة الوطني فوق كل اعتبار كما سنكر المجلس البلدي الصرمان عبر بيان رسمي الله مرجاء في مؤتمر القبائل الذي عقد قبل أيام بمنطقة الطويلة داعيا إلى ترك ما سماها بالمعتقدات التي تعد سببا رئيسيا في تأخر البلاد وانتشار الفوضى وتعطيل مسار بناء الدولة أفاد مصدر بالمكتب العالمي لمجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها فضل عدم الكشف عن هويته بمقتل عنصر تابع لتنظيم الدولة بحيل 400 وأوضح المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اشتباكات متقطعة اندلعت بمنطقة الساحل إثر محاولة بعض عناصر التنظيم التقدم بالمنطقة مؤكدا أن أغلب المحاور تشهد هدوءا حذرة وأشار المصدر إلى أن المدينة تعاني من نقص كبير في مادة الدقيق مضطر بعض المخابز إلى أغلاق أبوابها أمام المواطنين وقد أفارت تسجيلات ما يعرف بتنظيم الدولة مؤخرا ردود فعل واسعة في الشارع الليبي التسجيلات توضح مدى تطور وسائل التنظيم من جهة ووحشيتها من جهة أخرى متابعة لأهم ما نشرح حول التسجيلات في سياق التقرير التالي تسجيلات أقل ما يقال عنها إنها وحشية تلك التي صورها وبثها أفراد ما يعرف بتنظيم الدولة والقادمة من مدينتي سيرت ودرنة عمليات التعذيب والقتل التي مارسها التنظيم تدل على مدى إجرام أفراده حيث يظهر أفراد التنظيم وهم منتشون بالمشاهد المريعة المعروضة دون أن يتحرك لهم جف تنوع طرق إعدام ضحايا التنظيم وسائله مبنية بالأساس على ردع الخصوم وترهيبهم فالتنظيم انتقل من قتل ضحاياه بالرصاص من مسافة قريبة أو ذبحهم بالسككين إلى السحل وجرهم على الإسفلت بسيارات للدفع الرباعي تطور العمليات حسب مراقبين ما هو إلا سلوك مرضي يهدف إلى شد جمهور أكثر وممارسة أكبر قدر من التأثير لإثارة الرعب وزيادة الرغبة في الانتقام الخبير في الجماعات الإسلامية علي العلاني يرى أن إظهار التسجيل هدفه التأثير في أهل درنة وترهيبهم وإرسال رسالة للخارج أن التنظيم ما زال قويا أعتقد أن القيادات المركزية في داعش تدرك أن لديها صصحة صغيرة يعني بالنسبة إليها ستحاول أن تجهض كل محاولات الاتفاق وكل محاولات الاتفاق حول حكومة واحدة من ناحية أخرى أوضح الناتق باسم شورى مجاهدي درنة وضواحيها حافظ الضبع أن بعض المنضوين تحت راية داعش هم من متعاضي المخدرات ومدمنيها الذين انتقلوا بين ليلة وضحاها إلى فقهاء وناطقين باسم الشريعة الضبع ينقله صورة أخرى عن قوات التنظيم من داخل سجن الشورى حيث يقول أن بعض المنتمين لداعش اعترفوا بانضمامهم إليه بغرض ممارسة أعمال الحرابة والسرقة محللون يتوقعون أن التنظيم سيلجأ إلى عمليات أبشع خاصة بعد محصرته في عدة نقاط بدرنة وبعد حالة العزلة المفروضة عليه في بنغازي قال مصدر بشورى الثوار بنغازي أن أغلب المحاور في المدينة تشهد اليوم هدوءا نسبيا تتخلله بعض الاشتباكات المتقطعة وأوضح المصدر أن طائرات تابعة لقوات حفتر قصفت أمس مواقع بسيدي فرج بالتزامن مع الاشتباكات التي شهدتها المنطقة مؤكدا أن قوات شورى الثوار تحافظ على نقاط تمركزها في محور سيدي فرج والمحاول الأخرى وأضاف المصدر أن قوات شورى الثوار استهدفت عنصرين من قوات حفتر في محور 17 من فبراير مرجحا أنهما كان في مهمة الاستطلاعية استلم مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية ببنغازي كمية من التطعيمات الخاصة بالأطفال والبالغين وذكر المكتب أنه سيتم توزيع التطعيمات على العيادات والمراكز الصحية اعتبارا من اليوم الأربعاء مشيرا إلى أن الكمية المصروفة من التطعيمات الواقية من الالتهاب الرئوي والسوداسي قليلة جدا ولا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية لمدينة بنغازي وضواحيها أكد مدير المكتب الأعلامي لبلدي الكفرة عبدالله سلمان استمرار وصول المساعدات إلى المدينة بعد فتح الطريق طريق جال أوجلة دون حدوث أي خروقات أمنية وضف سلمان أن اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق تسعى لحل قضية المختطفين مشيرا إلى أن سائق سيارة الأسعاف ناصر عبدالله المختطفة ورفيقيه منذ ثمانية وخمسين يوما تواصلا مع جهاز الأسعاف هاتفيا وطمأنهم على صحته نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل افتتاحوا معرض ليبيا لصور الشهداء والجرحى والمفقودين زمن حكم النظام السابق ليون يؤكد أن مسار الحوار سيتواصل ويقول إنه لا شرعية لأي مؤسسة تشريعية إلا عبر الاتفاق السياسي ثوار المنطقة الغربية يؤكدون سيطرة المجلس العسكري صبراتة وثوار المدن المجاورة على منطقة الطويلة والعجلات وتمشيط الجميل مقتل وانصر تابع لتنظيم الدولة بحيل 400 والشبكات متقطعة بمنطقة الساحل وسط أنباء عن نقص في الدقيق وأغلاق للمخالز في درنة أهلا بكم من جديد أفاد مدير منظومة النهر الصناعي بمنطقة جبل نفوسة عدي الحبشي ببدء العمل في ضغط أنابيب النهر الصناعي بعد صيانة العطي بمنظومة النهر بسقل خميس من قبل إدارة المنطقة الشمالية وأشار الحبشي إلى أن عملية دخل مياه إلى خزانات بوزيان تتنطلق بداية الأسبوع المقبل قال عميد بلدية سبا حمد الخيالي إن هناك اتفاقا بين البلدية ووزارة النهر والغاز وشركة البريغا سينفذ مع نهاية الشهر القادم ويقضي بتوريد حوالي مليون وخمسمائة ألف لتر من مادة البنزين اليومية إلى سبا لتغطية احتياجات مدن الجنوب وأضف الخيالي أن عددا من السيارات المحملة بمدى الوقود وصلت إلى مدنة سبا خلال اليومين الماضيين مشيرا إلى أن الوضع الأمني في المدينة جيد نسبيا مع استمرار المساعي لتفعيل الهيئات القضائية والسجون ودعم قوى الأمن داخلها عزى مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة لا سبب التوقف الذي أصاب منظومة حجز الجوازات الإلكترونية إلى حدوث عطل فني نتيجة استقبال عدد كبير من الطلبات أكبر من القدرة الفعلية للخادم الرئيسي وأضح المشروع عبر صفحته الرسمية أن جزءا من العطل تسبب فيه استخدام البعض لبرمجيات من هوات القرصنة الإلكترونية على هيئة طلابات للخادم أو الجدار الناري وذلك للتأثير على أداء الخادم الرئيسي حسب وصفه وأكد المشروع على أن العمل جار لتحديث الإعدادات الخاصة بالجدار الناري للمنظومة للتحكم في هذه المشكلة وستتم إعادة فتح الحجز مجددا فور استكمال الأعمال الفنية نظمت المؤسسة الوطنية للنفط مؤتمر ليبيا الجديدة للنفط والغاز بالعاصمة البريطانية لندن لتبادل الخبرات والاطلاع على التقنيات الحديثة والخبرات وتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا وأكد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن قطاع النفط يعمل بصورة موحدة وأن المؤسسة الوطنية للنفط بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية تزود المواطنة ليبي بكافة احتياجاته من المشتقات النفطية واجتمع على هامش فعاليات المؤتمر رئيس مجلس الإدارة والمختصون بالمؤسسة مع مدير عام شركة بيبي ليبيا ومدير عام الاستكشاف بشركة بيبي ومدير عام شركة توتال فرع ليبيا لبحث المواضيع التي تهم رشطات هذه الشركات في ليبيا طالبت حكومة الأزمة وزاراتها والجهة الحكومية تابعة لها بالبدء في تحضير ميزانياتها لإعداد تقديرات الميزانية العامة للعام القادم ودعت الحكومة في منشور لها على صفحتها الرسمية الوزارات إلى تنفيذ بعض أهداف الميزانية المتمثلة في إعادة بناء الجيش والأجهزة الأمنية وتوفير الخدمات للمواطنين وتأهيل المستشفيات وتقديم المنح والإعانات الاجتماعية وإطلاق عجلة التنمية والاهتمام بمشاكل النازحين ونوهت الحكومة إلى عدم الارتكاز على ميزانيتين عام 2011 و12 نظرا لظروفها الخاصة بل يمكن الاسترشاد بأعوام 2019 و12 و13 قال رئيس الأجنة الأمنية في مدينة سيرت إسماعيل عبد العال أن منظومة المرتبات توقفت بالكامل عن مصارف المدينة وضف عبد العالي قناة ليبيا لكل الأحرار أن المصارف الرئيسية في طرابلس بنغازي أوقفت المنظومات الخاصة بمصارف مدينة سيرت لدواع أمنية مؤكدا أن هذا الإجراء زاد من ترد الأوضاع الإنسانية والمتمثل في نقص المواد الأساسية والبنزين وغاز الطهي ونوه عبد العالي إلى أنه لم يتم التعرف على حجم خسائر ما يعرف بتنظيم الدولة بعد الغارات التي شنتها طائرات مجهولة أمس بسبب تكتم التنظيم على خسائرهم بحسب قوله قال مدير المكتب الإعلامي بمصرف ليبيا المركز إعصام العول أن المصرف سيشرع يوم غادر الخميس في تنفيذ كافة أذنات صرف منح الربع الثالث لكل طلبة الدارسين بالخارج باستثناء الطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعز العلو عدم صرف الأذنات في أمريكا وكندا لإجراءات تتعلق بإنهاء عقد المكتب الليبي الكندي موضحا أنها إجراءات إدارية بين وزارة التعليم العالي والمكاتب بل من المكتب الكندي تحصل المصور سامح السراج على المركز الأول من بين خمسين مصورا ليبيا شاركوا في الحدث العالمي للتصوير فوتووك في ترابلس وأوضح قائد الحدث في ترابلس أمير أبو سين لقناة ليبيا لكل الأحرار أن صورة التي تبين عددا من الأطفال وهم حول دراجة هوائية عفويا في المدينة القديمة قد اختيرت المشاركة في التصفيات النهائية واعتمدها الموقع الرسمي للحدث لتتنافس في منتصف ديسمبر القادم مع مصوري العالم للحصول على لقب ضمن عشرة فائزين وفي السياق ترشحت صورة المصور الليبي عبد العظيم العاتي للمنافسة على أفضل صورة في العالم عن دولة ماليزيا لنيل جائزة الفوتووك العالمية وأوضح العاتي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الصورة تلتقطت في إحدى أحياء كولا لنبور مشيرا إلى أنها كانت لشخص موسن يعمل في محل لبيع الورود الجدير بالذكر أن العاتي هو والد الطفل ليبيا التي سبق وأن تحصلت على الترتيب الأول في مصابقة لحفظ القرآن الكريم بمدينة كولا لنبور بماليزيا وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من ماليزيا المصورة ليبيا عبد العظيم العاتي سيد العاتي أولا تهانينا وتبريكاتنا لك بالفوز بكل تأكيد هل أعطيتنا فكرة عن الصورة وكيفية التقاطها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر الأخوة في قناة ديبيا كل حرار كما أشكر أخي أمير بوسن المصور الفناني الكبير في ديبيا بالنسبة لأهذه الصورة التقاطها في منطقة تسمى البنزار السيني أو السوق السيني أو الحي السيني داخل كوال الأنبور وكانت لي شخص يشتغل في محل بيع الزهور وللظار أنه كان ينقل في رسالة من أحد زبايني على كرب يقوم برسالة مع باقة الزهور نعم طيب يعني سيد العاتي هل لك أي مشاركات أخرى عالمية في هذا الشأن؟ وليس سبق أني شاركت في الفترة وولك العام الماضي ولكن كنا في قائمة الانتظار حيث أن العدد في كل مجموعة لا يتزاوز للخمسين ولكن كما كانت من المشاركة كقائمة الانتظار كما أن في السابق كان بمارضة في ديبيا برعاية موسفة الجنة نعم في بدينا تصويتا موطرنا أنوانا على صنفة بيخطرنا رفقة قوي نجيب سافي وكان ريئها كلها للمخيمات التاخل السوري نعم وتمانية لك بكل تكيد بالتوفيق المصورة ليبيا عبد العظيم العاتي كنت معنا متحدثا عبر الهاتف من ماليزيا افتتح ظهر اليوم الأربعاء بطرابلس معرض ليبيا لصور الشهداء والجرحى والمفقودين خلال فترة حكم النظام السابق وحضر الافتتاح عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام افتتاح المعرض شاهد إلقاء العديد من الكلمات التي أشهدت في مجملها بتضحيات الشهداء والجرحى والمفقودين الذين قدموا دماءهم في سبيل تحرير البلاد من نظام قمعي استبدادي حكم البلاد طيلة أربعة عقود ننتقل اليوم وثورتنا ما زالت تحقق الانتصارات وما زالت تقدم الشهداء وما زلنا على العهد باكون إلى أن نحقق أهدافنا أهداف كل الليبيين من أجل وطن يسعي الجميع قبل الختام هذا تذكير بالعنوى ليون يؤكد أن مسار الحوار سيتواصل ويقول إنه لا شرعية لأي مؤسسة تشرعية إلا عبد الاتفاق السياسي ثوار المنطقة الغربية يؤكدون سيطرة المجلس العسكري سوبراتا وثوار المدن المجاورة على منطقة الطويلة والعزلات وطمشط الجميل مقتل عنصر تابع لتنظيم الدولة بحي الأربعمية واشتباكات متقطعة بمنطقة الساحل وصف عنباء عن نقص في الدقيق وأغلاق للمخابز في درنا خطام النصر دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة